قبل أن تشرق الشمس يكون عبد الله ذو السنوات العشر قد أعد نفسه لبدء يوم جديد من العمل الشاق وبينما يفترض به أن يتوجه إلى أقرب مدرسة فإنه يشق طريقه نحو وجهة أخرى وإلى جوار أطفال من ذات عمره ينقل الأثقال وينتظر أن يكمل الشهر دورته ليرسل لأسرته مبالغ زهيدة مقابل عمله لاحق سكر ولاحق ضحين ولاحق دليل ولاحق أي حاجة حتى ما تكفيش كنا كالعيش لما أعب أصحابي يسيروا مدرسة يسيروا ونشيروا لبعض على حين أقوم من صباح الصبح حتى مصطبح ولا أفعل أي حاجة وقد تزايد عدد الأطفال العاملين في صنعاء خلال سنوات الحرب وتخلى الكثير من الأطفال مجبرين عن مدارسهم وأصبح الالتحاق بالمدرسة حلما بعيد المنال ولا تراعي الأعمال التي يلتحق بها الأطفال حدثة سنهم وضعف بنيتهم ويخوض الطفل معركته اليومية منذ ساعات الصباح الأولى إلى ساعات متأخرة من الليل مقابل أجر زهد ويزيد ارتفاع أسعار السلع من معاناة الأطفال العاملين حيث أن المبالغ التي يحصلون عليها لا تغطي احتياجات الأسرة ويكبر الطفل من أجل إسرته المتواجدة في إحد الأرياف البعيدة عنه مكتفيا بتذكر القليل من السنوات التي قضاها كطفل